جولة تاسعة من مباحثات أستانا انتهت دون تسجيل اختراق للملفات المحورية الشائكة لكنها حملت إشارات حول نية روسيا قضم مفاوضات جينيف واستبدالها بأستانا مخرجات الجولة التاسعة اقتصرت على استعجال عقد لجنة الدستور المنبثقة عن مؤتمر سوتشي والتمسك بمناطق خفض التصعيد والتشديد على وحدة سوريا واستمرار مكافحة الإرهاب فيما بقي ملف المعتقلين دون أي تقدم يذكر رغم الاتفاق على عقد اجتماع لمجموعة العمل حول المعتقلين في أنقرة حزيران المقبل في وقت توثق المراصد الحقوقية تزايد أعدادهم وازدياد أوضاعهم سوءا ما يتسبب في وفاة العديد منهم يوميا تحت التعذيب في ظل انعدام الرعاية الصحية روسيا أعربت عن أملها منع حدوث مواجهات جديدة ضد قوات النظام في إدلب وعبرت عن أملها في إنهاء وجود جبهة النصر في إدلب وجنوب سوريا قبل نهاية العام في إشارة إلى هيئة تحرير الشام فيما أثار نقل الاجتماع المقبل للدول الضامنة إلى مدينة سوتشي رفضا في أوساط المعارضة السورية التي أعلنت مقاطعته وأكد رئيس وفدها أحمد طعمة أنهم يريدون المفاوضات في أستانا فقط وأن الدول الرعية إذا أرادت عقد اجتماع في بلد آخر فهذا شأنها وفق تعبيره رئيس الوفد الروسي أليكساندر لافرينيتيف وصف مفاوضات جينيف بالمتعثرة وأكد على ضرورة البحث عن بديل مشيدا في الوقت ذاته بأستانا التي قال إنها تعطي نتائج ملموسة وستستمر داعيا إلى توسيعها لتشمل المسائل الإنسانية والسياسية ما اعتبره مراقبون رغبة روسية بأن تحل أستانا بديلا عن جينيف مباحثات أستانا ما تزال تلقى انتقادات واسعة في أوساط السوريين كونها حسب رأيهم ساعدت النظام على استرجاع مناطق واسعة كانت محررة آخرها الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي عدا عن أن الخطط الدولية والاتفاقات المبرمة في أستانا ما تزال غير معلنات بشكل واضح